مجز لهم الأنباء قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن تستعد لتخفيف القيود المفروضة على بعض مبيعات الأسلحة للسعودية في خطوة قالوا إنها تأتي بعد محادثات السلامة التي أجرتها المملكة مع الحوثيين وقالت صحيفة نيويورك تايم إن التخفيف المتوقع للقيود يأتي في الوقت الذي تحاول فيه السعودية وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سلام تدعمه الولايات المتحدة مع الحوثيين وشارت إلى أن المسؤولين الأمريكيين لم يحددوا موعد تخفيف الحظر على المبيعات ويمكن التراجع عن مثل هذه الخطوة إذا قرر بايدن أنه ليس من مصلحة واشنطن السماح بتدفق الأسلحة الهجومية إلى السعودية إلى ذلك قالت صحيفة بريطانية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكر بضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن وسط أزمة في واحد من الممرات البحرية الأكثر ازدحاما وأشارت صحيفة ديليترغراف إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعملون على إعداد خطط للتدخل مباشرة ضد الجماعة التي شنت هجمات ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر بشكل عرقل حركة النقل في باب المندب وأوضحت أن بعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين يعتقدون أن هجوما عسكريا مباشرا ضد الحوثيين هو الحل الوحيد لمنع إغلاق الممر البحري فيما يحذر مستشارون من إشعال التوتر مع إيران التي تدعم الحوثيين من جهتهم اتهم الحوثيون السعودية باعتراض عدد من المسيرات التي أطلقوها باتجاه إسرائيل أثناء مرورها بأجواء المملكة وهدد القياد في الجماعة محمد علي الحوثي باستهداف السعودية حال سماحها باستهداف الأراضي اليمنية عبر الأجواء السعودية بحسب ما ذكره في مقابلة مع تلفزيون الميادين وأكد الحوثي أنه في حال فتحت الرياضة الأجواء السعودية لأي أعمال هجومية بواسطة الطيران أو صواريخ فلن تسلم من الرد الحوثي على ذلك الفعل سياسيا شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تحقيق عملية السلام عادلة وشاملة في اليمن بمشاركة كافة الأطراف في جميع المسارات مع ضمان المساءلة والعدالة الانتقالية وأكد وفد من البرلمان الأوروبي في ختام أول زيارة رسمية إلى اليمن منذ عام 2009 أكد أهمية المشاركة البناء للأطراف مع المبعوث الأممي مجددين إدانة الاتحاد للهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر وعبر الأعضاء عن دعمهم للجهود الأممية من أجل التوصل إلى حل شامل للصراع اليمني مؤكدين التزام البرلمان الأوروبي القوى بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيها كشفت دراسة حديثة عن تعرض 290 ألف أسرى نازحة في محافظة مارب لأثار نفسية متفاوتة بسبب الحرب ومخاطر النزوح من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الدراسة التي أجراها المركز القومي للدراسات الاستراتيجية في مدينة مارب بيّنت وجود 32 أثرا نفسيا لدى النازحين في مارب بحسب متغيرات الجنس والعمر والحالة الاجتماعية والسكن وأشارت إلى أن الأثار النفسية تجسدت في الشعور بالقلق والخوف والإحباط والضيق وضعف الثقة والأمان والميل العزلة محذرة من خطورة تفاقمها على السلم الاجتماعي حاضرا ومستقبلها نهاية الموجز إلى اللقاء